صور النكبة تتكرر في غزة تحمل معها مأساة إنسانية أوامر الإخلاء تصدرها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خانيونس جنوبية القطاع مع إعلانها توسيع عملياتها في كبرى مناطق الجنوب لتجبر آلاف الفلسطينيين على النزوح والبحث عن مأوى يقيهم شر القصف والغارات طائرات الاحتلال ألقت منشورات تأمر السكان في خانيونس بإخلاء عدد من الأحياء شرقية المدينة في مقابل ذلك خرج آلاف الفلسطينيين في حركة نزوح جماعي اتجه بعضهم إلى منطقة المواصي جنوب غربي القطاع وسط مخاوف من اللجوء إليها بعد تعرضها لهجمات سابقة رغم الدعاء الاحتلال بأنها منطقة آمنة بل يقل عن سبعين ألف فلسطينيين لجأوا إلى المناطق الغربية من قطاع غزة بعد قرار الإخلاء الأخير الذي أعلنه الجيش الإسرائيلي قبل أيام تقول الأمم المتحدة مشيرة إلى أن ثمانين بالمئة من مناطق القطاع شملتها أوامر الإخلاء أو صنفها جيش الاحتلال مناطق محظورة في بيان سابق لمنظمة المساعدة الإنسانية الدولية أوكسفان أكدت أن عدد النازحين في قطاع غزة بلغ قرابة المليونين يعيشون في ظروف أقل ما يقال عنها بأنها مروعة في التاسع من يوليو الماضي احتجت الأمم المتحدة على الأوامر الإسرائيلية بالإخلاء الجماعي لسكان غزة وصفة إياها بالمروعة وتستهدف المدنيين الذين تم تهجيرهم إلى مناطق غير آمنة على عكس ما يدعيه جيش الاحتلال الإسرائيلي تزامن هذا الاحتجاج الأممي مع قرار إسرائيلي آخر بإخلاء معظم أحياء مدينة غزة والانتقال هذه المرة إلى مدينة دير البلح وسط القطاع التي تقول الأمم المتحدة إنها مكتظة أصلا بالنازحين من مناطق أخرى أوامر الإخلاء والتهجير في القطاع تعددت ومنها الأمر الذي أصدرته سلطات الاحتلال لسكان شرق مدينة رفح بداية شهر مايو الماضي والذي اعتبره المفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان بأنه غير إنساني من أبرز هذه الأوامر منذ بداية العدوان ما أصدره الاحتلال الإسرائيلي وجيشه في الرابع عشر من أكتوبر الماضي لما يزيد عن مليون شخص في المناطق الشمالية والوسطى أمرهم بالانتقال إلى جنوب وادي غزة خلال 24 ساعة فقط بعد ذلك استهدف العشرات منهم بالغارات وهم في طريقهم في هذا النزوح في شهر نوفمبر أيضا أعلن جيش الاحتلال عن مناطق إخلاء جديدة شملت المزيد من المناطق الوسطى وأجزاء من المنطقة الجنوبية تبعها إصدار الاحتلال خرائط للإخلاء حيث قسم قطاع غزة إلى مناطق تحدد مسارات تنقل النازحين بينما شكك مسؤولو الأمم المتحدة في وجود أماكن آمنة داخل القطاع